بحث وزير الكهرباء محمد شاكر مع سفيرة سلوفينيا بالقاهرة فرص الاستثمار المتبادل في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات الهايدروجين الأخضر وأكد وزير الكهرباء اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مشيرا إلى تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في هذه المشروعات بحث وزير البترول طارق الملة مع إحدى الشركات اليابانية الرائدة فرص التعاون لإنتاج الأمونيا الزركاء في مصر وأكد وزير البترول أهمية إجراء المزيد من الدراسات خلال الفترة المقبلة للوقوف على جدوى المشروع وتوفير سبل نجاح تفقد محافظ القاهرة خالد عبد العال أعمل تطوير منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيتة والتي تشمل رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية وعمل مدخل يليق بالمنطقة وإعادة تخطيط مداخل ومخارج المنطقة وأشار محافظ القاهرة إلا أن المحافظة تعمل على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت من خلال استكمال المرافق وتمهيد الطرق الداخلية بهدف المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات ودخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمية للدولة نتحول إلى أسواق المال حيث تبينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام التعملات وسط عمليات شراء موسعة من قبل المستثمرين المصريين والعرب وارتفع رأس المال السوقي بنحو ملياري وستمائة مليون جنيه ليغلق عند مستوى ستمائة وسبعين مليار وتسعمائة وثمانين مليون جنيه وذلك وسط دولات كلية بلغت نحو ستة مليارات جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر إي جي أكثيرتي عند تسعة ألاف وتسعمائة واربعة وثمانين نقطة متراجعا بنسبة سبعة من عشر بالمئة وأغلق عند مستوى تسعة ألاف وتسعمائة واربعة عشر نقطة الارتفاعات كانت فقط من نصيب مؤشر إي جي أكس سابنتي والذي ارتفع بنسبة ستة من مئة بالمئة وفتح عند ألفين ومئة وتسعة وعشرين نقطة وأغلق عند ألفين ومئة وثلاثين نقطة كما فتح مؤشر إي جي أكس هندد متساول أوزان عند ثلاثة ألاف وستة وخمسين نقطة منخفضا بنسبة خمسة وعشرين من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى ثلاثة ألاف وثمانية واربعين نقطة نتحول إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية ليسجل الدولار الأمريكي تسعة عشر جنيا وتسعة قروش للشراء وتسعة عشر جنيا وسبعة عشر قرش للبيع اليورو تسعة عشر جنيا وستة أربعين قرش للشراء وتسعة عشر جنيا واربعة وخمسين قرش للبيع في حين وصل الجنيه الاستريني إلى ثلاثة عشر جنيا وسبعة قرش للشراء وثلاثة عشر جنيا وسبعة عشر قرش للبيع أمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي خمسة جنيهات وتسعة عشر قرش للشراء وخمسة جنيهات واثنين وعشر قرش للبيع في حين وصل الريال السعودي إلى خمسة جنيهات وثمانية قرش للشراء وخمسة جنيهات وعشرة قرش للبيع نتحول إلى الأسواق الأمريكية والتي فتحت مؤشراتها الرئيسية في وولستريت على تراجع على غرار الأسواق العالمية بعد بيانات ضعيفة من الصين أثرت مخاوف من طباطه اقتصادية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهبط المؤشر داو جونس الصناعي عند الفتح بالنسبة خمسة عشر من مئة بالمئة كما فتح المؤشر ستاندر أند بورز خمسمائة على تراجعا بالنسبة خمسة وعشرين من مئة بالمئة كما هبط المؤشر نزاك المجمع بالنسبة تسعة وثلاثين من مئة بالمئة ترجمة نانسي قنقر